أعلنت مارين لوبا مرشحة أقصى اليمين الخاسرة في انتخابات الرئاسة بفرنسا عن إنشاء حركة سياسية وطنية جديدة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الفرنسية في يونيو حزيران القادم وأكدت الداخلية الفرنسية أن حزب مارين لوبا الذي أسسه والدها سجل رقما قياسيا في هذه الانتخابات بالحصول على نحو 9 ملايين من أصوات الناخبين